موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك تظل الأطياف نابعة من مكة المكرمة فإذا بعبد المطلب ينذر دم ابنه العاشر إن رزقه الله عشرة أبناء وإذا هو عبد الله ثم تتواكب الأيام فإذا بعبد الله يذر تلك النطفة الكريمة في رحم آمنه ليولد عليه الصلاة والسلام فتتواكب الأطياف والذكريات مرة أخرى من محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدرج في طفولته وصباه فوق ذاك الثرى الطاهر حول هذا البيت العتيق وهو يرفع الحجر الأسود بيديه الكريمتين فيضعه موضعا ليطفئ فتنة كادت أن تشب بين القبائل وهو يصلي ويطوف ويخطب ويعتكف وإن خطواته عليه الصلاة والسلام لتنبض حية في خاطر كل مؤمن وتتمثل هذه الشخصية في ضمير كل منا حتى أنها لتكاد تتجسد أعمق في قلب ذاك الحاج وكل من يحب أن يكون في ذلك المكان يمضي صلى الله عليه وسلم مخرجا مرغما من مكة المكرمة إلى المدينة فيقول والله إنك لأحب البقاع إليه ولولا أن أهلك أخرجون منك ما خرجت يمضي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيواجه أذى اليهود وكيد المنافقين الحاقدين وكيد الكبار حتى مرت السنين وأظهر الله تعالى هذا الدين فيعلن صلى الله عليه وسلم أنه سيحج من هذا العام هنا تهافتت قلوب المؤمنين والمسلمين قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ليحج معه هذه الحجة الأولى والأخيرة كما تعلمون فلم يبق على وفاته إلا أشهر معجودات فيقف في هذا المشهد العظيم وإذا به يولي وجهه قبلة المسجد الحرام ينطلق في أواخر ذي القعدة تلك الحجة العظيمة التي لم يحج بعدها عليه الصلاة والسلام ففي السنة العاشرة من الهجرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم قصده إلى المدينة إلى مكة فقدم إلى المدينة بشر كثير كلهم يتلمسوا أن يأتم بخير الأنام صلى الله عليه وسلم فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجموع الغفيرة يأتم به عشرات الآلاف من المؤمنين ملبين محرمين يمرون بقبائل الأعراب فيلحق بهم من شاء من الناس فيقتربون من مكة فيقتربون من مكة فيكثر جمعهم ويرتفع تكبيرهم يصل عليه الصلاة والسلام إلى مشارف مكة ليدخلها فيأتي باب بني شيبة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت العظيم الذي طال الذي طال ما حيل بينه وبين الطواف به هذا البيت الذي كان يأتيه من سنوات متخفيا ويطوف به متخفيا كما طاف به أصحابه متخفين كذلك اليوم يدخله دخول الفاتح العزيز هذا البيت الذي لما سجد فيه ألقي على رقبته سل الجزور أما الآن فإذا به يدخله بكل عزة يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر ويلتفت حوله فلا يرى هبل ولا العزة ولا اللات ينظر إلى الطائفين فلا يرى من يطوف عريانا كما كانوا يطوفون ولا يسمع تلبية للكفار إنما يسمع ويرى الموحدين المؤمنين فيستلم البيت ويقول اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة وزد من شرفه وعظمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما وبرا ومهابة كما روى الطباراني ويمضي صلى الله عليه وسلم في حجته ويمضي صلى الله عليه وسلم في حجته يعلم الناس مناسكهم وحوله الكبير والصغير والغني والفقير والمريض والصحيح والعربي والأعجمي والأبيض والأسود كلهم تحت ظل الإسلام سواء فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكفة ليرحموا فلا ترى فلا ترى إلا خاشعا متذللا وآخرا يبكي ذنبه يترنموا تراهم على الرمضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا ينادونه 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 يا رب يا رب إننا عبيدك لا نبغي سواك وتعلم وها نحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم فلله ذاك المشهد الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم فأشهدكم فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا يقف عليه الصلاة والسلام وسط هذه الجموع في عرفات فيلقي خطبة عصماء لآلاف الحجاج الموحدين لآلاف الحجاج الموحدين الذين طالما وقفوا مع هذا النبي الكريم هؤلاء الحجاج الموحدون الذين عرفهم الله عز وجل في قيام الليل وصيام النهار وبذل الغالي والرخيص هؤلاء الذين قاتلوا معه في بدر وجرحوا في أحد وحوصروا في الخندق ومضوا معه في جيش العسرة وأقبلوا معه يوم حنين ثم إذا به يراهم لا يزالون معه على الطريق لم يتخلف منهم أحد ولم ينكل منهم أحد ولم يمل منهم أحد خرجوا معه قبل عشر سنين من هذا الموقف مهاجرين من مكة وهاهم يعودون معه فاتحين برغم ما أصابهم من حروب وكروبات يرى صلى الله عليه وسلم أبا بكر محرما فإذا رجل قد قضى معه أكثر من ثلاث وعشرين سنة ويرى عمر وعثمان وعليا وبقية صحابته الكرام فإذا قوم ما بدلوا ينظر إلى قائد ينظر هؤلاء الصحابة الصحابة إلى قائدهم فخورين محبين ينظرون إلى مهجة نفوسهم وجمارة قلوبهم روى مسلم رحمه الله أنه قال لهم في خطبة عرفات أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي وإن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم وإن أول دم أضعه وإن أول دم أضع من دمنا دم بن ربيعة بن الحارث وإن ربى الجاهلية موضوع وإن أول ربى أضع ربى العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد في أرضكم هذه لكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك فلقد رضي بما تحقرون من أعمالكم فلقد رضي بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم يعني يئس الشيطان أن يعيدكم لعبادة الأصنام والأوثان ولكنه رضي بما تحقرون من أعمالكم رضي أن تطيعوه في نظرة محرمة وكلمة وكلمة محربة وكسب حرام أو مشتبه وعلاقة غير عفيفة أو تضيع لصلوات أو تضيع لحقوق كان عليه الصلاة والسلام يخوف أصحابه من مثل ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله في النساء فإنكم إنما أخذتموهم بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه يعني لا تدخل المرأة على بيتها أحدا من غير إذنه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن أي أدبوهن ولهن عليكم رزقهم وكسوتهم بالمعروف ثم قال فاعقلوا أيها الناس قولي هذا فإني قد بلغت معاشر المؤمنين لو تأملنا هذه الخطبة العظيمة لوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم شمل جميع شرائع الدين فبدأ بحقوق العباد بينهم فقال إن دماءكم وأموالكم وفي رواية وأعراضكم ثم أسقط جميع ما سبق من الدماء والأموال المحرمة وألغاها وأمر أن يبدأوا صفحة جديدة ثم حذرهم من الشيطان أن يوقع بينهم في صغائر الأمور ثم أوصى خيرا بالزوجات والإحسان إليهم ثم يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أصحابه من قبل وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالة يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب يعني لا يكفي أن تسمع ما قلت بل بلغوه لمن لم يحضر ثم عادها ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى أن يكون أوعى له من بعض من قد سمعه وفي ختام خطبته يشعر أنه قد أخرج المسئولية من عنقه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام وصبر على الأذى وآخى بين المهاجرين والأنصار وقادهم في المعارك وحكم بينهم في خلافاتهم بل حل مشاكلهم الشخصية والزوجية وبين لهم طرق الهدى وحذرهم سبل الردى ثم ها هو اليوم يودعهم بهذه الكلمات تخيلوا معي هذا المشهد قال صلى الله عليه وسلم في النهاية للناس أيها الناس إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون بعد كل هذا يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤدي ما طلب منه بعد كل هذا الصبر وهذا التعب والكد والنصب خشية أنه لم يقم بالواجب فأنتم ما رأيكم أيها الناس أنتم نتيجة دعوتي إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون فإذا بالجموع المحتشدة تصيح بين يديه صلى الله عليه وسلم يقولون نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فيسر النبي صلى الله عليه وسلم فما أعظمها من شهادة وما أكبرها من سعادة لما ينظر إلى هؤلاء الناس فإذا هم يشهدون له بتمام البلاغ وهم الذين أحبوه وسفكوا دماءهم في داء الله يقولون نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ونحن اليوم نقول نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ليس فيها ظلمة لا يزيغ عنها إلا هالك ومن هلك فهو بسبب ضلاله وغيه وفساد قلبه وضعف إيمانه لا بسبب تقصيرك يا رسول الله فهو بسبب محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان مصدر ونصدر في مكة وكيف كان هو أفضل وكيف كان أفضل في الجزيرة العربية فهو بسبب محمد صلى الله عليه وسلم عندما بدأت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهو بسبب مجدد ومشاركات وكيف تعرفون حتى إلى الوقت وكان يحاولت أن ينفخه لذلك المنزل فهو بسبب محمد صلى الله عليه وسلم أن يذهب مكة لم يلكه لكن محمد صلى الله عليه وسلم كان أخبره أنه يجب أن يذهب مكة لذلك محمد صلى الله عليه وسلم أخبر مكة بعد أن يتعلم كثيرا في هذا المكان. بعد 10 سنوات محمد صلى الله عليه وسلم قرأت للمشاهدين والناس بأنني سأقوم بعمل الحج هذا العام وهذا كان 10 سنوات الحجة 10 سنوات الحجرة حتى محمد صلى الله عليه وسلم قرأت أن الناس بدأت الناس إلى المدينة لذلك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مدينة والناس التي وردت فيها في ذلك كانوا يتبعون لهم إلى ذلك وعلى مدينة لذلك عندما دعوا مدينة إلى المكة السعر أو السعر من الناس كما تقبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر و الله الحمد كانت محجزة بالنسبة للمشاهدين ومعنى هذه الناس في ذلك لأن كما تعلمون محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك الوقت كانوا يتحقون كثيرا لتفعل أي عبادة التي نحن 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 بسيطة لذلك يجب أن يتحرك ويجب أن يتحرك ويجب أن يتحرك ويجب أن يتحرك من أجل المساعدين ويجب أنهم لم يتوقف لذلك هذا مرحبا لأن الدعوة التي تفعل ليس مستقيمة ويجب أن يتحرك ويجب أن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون النبي من الله وكان يتدخل من الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ويجب أن يتحرك فإن النبي لم يرى النبي أجل والدعوة والعبادة والعقبات من الأمر لقد تنتظر من 10 سنة لتحرك المنزل المطلب لذلك لذلك عندما البيت محمد صلى الله عليه وسلم انتظر في الكعبة وكان رأى جميع المساعدين الذين كانوا معه كل الوقت مع كل المساعدات التي كانوا معهم وهذا كان مباشرة للبيت محمد صلى الله عليه وسلم وليس لم يتذكر أن هذا كان فضل من الله سبحانه وتعالى أرجوك إذا كانوا يمكنكم الذين يمكنكم أن يكونوا معنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رأى جميع المساعدات ومع كل شريعة ومع كل المساعدات ومع كل المساعدات التي نفعل في الحج أو العمرة وطواف رأى كيف يمكنكم الذين يفعلون جميعاً ومن يفعلون جميعاً في كل الوقت ولم يتذكر أن هذا كان مباشرة من الله سبحانه وتعالى ولم يتذكر أن هذا كان لذلك لأني No, he was humble He was humble And you all know how he entered Mecca صلى الله عليه وسلم He was like leaning forward and bowing to Allah سبحانه وتعالى As a thankful message Out of humbleness And out of gratefulness to Allah سبحانه وتعالى So Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم Gave his last sermon As it is called in Arabic خطبة الوداع So he said I will give just a brief translation of this خطبة So Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم At that time stood and said Oh people, lend me your attentive ear For I don't know whether I will be with you next time or not Therefore listen carefully to whom I'm saying And take these words to the people Who could not be present here today Oh people, just as you regard this month This day, this city So regard the life and property of every Muslim As sacred trust Retain the goods to their rightful honor Hurt no one so that no one may hurt you Remember that you will indeed meet your Lord سبحانه وتعالى And that you will indeed recon your deeds Allah سبحانه وتعالى Allah has forbidden you to take interest Therefore all interest obligations Shall henceforth be waived Your capital is for you to keep You will neither inflict nor suffer any inequity Allah has judged Allah has judged that there shall be no interest And those interests due to the Abbas And I started to waiving my And I started to waive all interest Due to the Abbas ibn Abdul Muttalib The Prophet's ankle, of course, be waived Every right arising out of homicide In pre-Islamic days Is henceforth waived today And the first such right that I waive Is the right from the murder of Rabia ibn al-Harith The unbelievers indulge and tampering With a calendar in order to make permissible That which Allah سبحانه وتعالى forbids And to prohibit which Allah سبحانه وتعالى Has made permissible With Allah سبحانه وتعالى Month are twelve in number Four of them are holy Three of these are successive And one occurs singly Between the months of Jumada and Shaaban Be aware of shaytan For the safety of your religion He has lost all hope Of that he will be able to lead you Astray in big things So be aware of following him in small things Oh people Listen to the earnest Worship Allah سبحانه وتعالى Say your five daily prayer Fast during month of Ramadan And give your wealth Zakah Perform الحج If you can Oh people No prophet No prophet Will come after me And no new faith Will be born Reason will be there for Oh people And understand word I convey to you And I leave behind me Two things The Quran and Sunnah Be my witness Oh Allah That I have conveyed your message To your people As part of this sermon The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Recited the ayah اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه فايا فوز وآيا نجاة المستغفرين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد يقول الله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن تأدية الأمانة لا يغني شيء يوم القيامة آنذاك فيوم القيامة يود لو يفتدي أحدنا نفسه بكل شيء ملكه في هذه الدنيا وأنا له فالله عز وجل سيسألنا يوم القيامة وسيسأل أنبياء هل أديتم الرسالة هل أديتم ما أمرتكم به هل أمرتم بالمعروف هل وهل فإذا قال الأنبياء نعم وجه ربنا السؤال إلينا فقال هل دعوتم إلى الله هل تصدقتم هل عمرتم المساجد فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الحج عباد الله نقطة ارتكاز في ميدان التجرد والإيثار والأخوة والمساواة حتى وإن لم تكن بين الحجيج فالحج صحيح أنه قائم في مكة كرمها الله ولكن من كانت نيته أن يحج ولم يستطع لعل الله عز وجل أن يكتب له الأجر وأن يحاول أن يتمثل تلك القيم في منزله هذا فالله عز وجل حين قال لرسوله صلى الله عليه وسلم حين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يقبل الحجر الأسود فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالترفق حتى مع أنها كانت من العبادات الجليلة وهذا يقاس على كثير من عباداتنا في شتى الأماكن في المساجد أو في أماكن تجمعاتنا أو حتى مع الناس فالرفق من الأساسيات في ديننا وكما تعلمون الحديث إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه يقول الله عز وجل في موقف تتسابق فيه النفوس أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي في هذه العبادات وفي العبادات المرهقة جسديا كالحج وغيره من العبادات ترب النفس البشرية على عدم الاستعجال فالله عز وجل حين قال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون والله عز وجل حين ذكر هذا العجل ذكره في سياق آخر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فالعجلة عباد الله من الخلال المذمومة في أعمال المر العبادية والحياتية والواجب على العاقل أن يربي نفسه في هذه الأيام وفي غيرها أن يلتزم التأني في الأمور كلها لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب كما أن النقصان فيما يجب من المطالب عجز كذلك وصفات العجل أنه يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفقه ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعدما يحمد المرء العجل تصحبه الندامة وتخذله السلامة وقد كانت العرب في القديم تكني العجلة أم الندامات فهذا إذن من العبادات التي ينبغي أن نتذكرها في هذه الأيام الفضيلة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن استعمله في طاعته وأن يسخرنا لخدمة هذا الدين العظيم اللهم إنا نسألك أن توفقنا وتسددنا وتسلمنا وتصلحنا وتجعلنا من عبادك المفاتيح للخير المغاليق للشر يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا في هذا المسجد خاصة ومرضى المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم تعلم وما لم نعلم اللهم إنا نسألك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة